ازيكو يا حبيبي عاملون ايه وحشتوني جدا النهاردة هنتكلم مع بعض عن احداث مسلسل خريف القلب ممكن يحصل بعض التغيرات في الاحداث تفاصيل بسيطة ممكن يغيروها تعالوا نارضة نشوف الاحداث ومن بعد ما قالت شو لما ماتها ان هي مش هتسكت وان هي عايزة تعرف مين اهلها بالزبط قررت لها لازم نقفل على الموضوع ده قررت لا لا مش هنقفل على الموضوع ده انا كمان لازم اعرف اهلي فان وانتوا ليكم انت غيري لازم تعرفوها هي مين اتنرفزت مامتها جدا لكن كانت مصرة شو على رأيها وبتقولها مش كل حاجة تأمري فيها وتتنفذ على طول انت قلت احنا هنقفل على الموضوع ده انت بس اللي قلت لكن ما حد يش وافق على القرار ده لازم تحترمي قرأنا قامت وهي مضايقة جدا كانت عايزة مامتها تقوم وراها لكن راشد قال لها عوضية فرح سيبيها تحدي نفسها شوية اللي قام وراها هو اخوها مشاري راه عشان خاطر يهديها ويقول لها ايه اللي بيحصل ده ايه دي شوية قالت له ان هي لازم تشوف من اهلها الحقيقين وان هي مش بصدق ان بعد كل ده بعد السنين دي كلها يطلع مش اخوها ولا دي مامتها ولا دي كمان ابوها من اللي بعد كده بتتكلم جواهر مع نهلة بتقول لها انت راح تشتغلي فين في مطعم قالت لها ايوة وقالت لها على اسم المطعم والعنوان بتاعه وقالت لها برضو وقالت لها مؤقتة وخلاص بعد كده بتروح براها بانتهى وبتقول لها ماما انا عايزها فلوس ضروري عشان خاطر عندنا رحلة قالت لها مفيش فلوس كفاية باقي كده قالت لها ليه انا عايز تروح الرحلة دي قالت لها كفاية كي باقي قاعدة طول من وقتها على التليفون مفيش رحلات يعني مفيش رحلات اتنرفزت جدا طبعا في وشها البنت وبعد كده بتروح جوائر وبتقول لها انت ليه مزع على امل امل دي بنت اخوي وما ليش غيرها ايوعد تزع عليها قالت لها انت كده بتدلعيها وبتخليها ما تسمعش كلامي قالت لها دي بنت اخوي الوحيدة ما اسمحلكش ابدا انك تزع عليها بيتكلم راشد بعد كده مع فرح وبيقول لها البنت قالت كلام صحيح لازم فعلا تدور على اهلها واحنا كمان نشوف بنتنا الحقيقية اكيد طبعا بنتنا دي احنا منحبها وكل حاجة لكن فعلا لازم نعرف بنتنا البيولوجية اللي هي اصرب بنتنا اللي من دمانا اللي احنا جبناها طبعا شو احنا منحبها لكن برضو لازم نعرف مين هي بنتنا الحقيقية قالت له دي بطلت تحبها قال لا طبعا ازاي بطلت تحبها دي بنتي بيحاول يقنعها لكنها رفضة تماما بيحاول بعد كده مشاري يتكلم مع اخته بيحاول يفكها شوية لانها كانت متضايقة وبيقول لها ان اكيد حيكون لك اخي مسلا هتحبي اكتر مني او هتحبي اخوك اكتر مني قالت انا معرفش تكن ليه اخ ولا لأ انا نفسي بجد اوصل لعائلتي لكن انت قولي تقدر انك انت لو جنت مكان بابا هتختار مين رد قال اختار احلى واحدة فيكو دي حكت وقالت طيب ولو هي احلى رد قال هختارك انت لان انت مفيش احلى منك بدأ ان هو يهزر معاها كده بيجي للتصال من اصدقائهم عايشين روحوا النادي لكن قالت ان هي ملهاش مزاج ابدا ومش عايزة تروح في حتة قاعد بعد كده يتكلمها ويصبرها بالنسبة لنهلة بعد ما متخلص شغل البيت بتطلع طاقف على السطح كالعادة وبيروح بعد كده الاب علشان يتطمن على بنته شو كانت صحي بس عملت ان هي نايمة اما نهلة فبتروح وبتطمن على بنتها وبتروح البيت مكانها وبتروح علشان خاطر تنام رشد راح ينام جنب زوجته فرح فجئتوا بردها وقالت له دور على بنتنا فكان مبسوط جدا بتبدأ نهلة شغلها جديد واحدة من الجنين بتقولها ريحة فين مش انتردتي قالت لها ان هي دورت على مطعم عشان تشتغل فيه وراحت بالفعل نهلة عشان تستلم شغلة المطعم المفروض طبعا هتتأخر لسة عشرة بينما بعد كده بيحاول مشاري ان هو يساعد اخت شو اخدها على المستشفى اللي تولدت فيها راحوا سألوا في الاستقبال قالت ان هي عايزة تعمل بحث عن الموليد اللي تولده في نفس اليوم لكن رجل قال لها ده موضوع سخيف جدا قالت انا عارف ان السخيف لك المطلوب منها في مدرسة المفروض اعرف مين اللي تولد معي في نفس اليوم قال لها الموضوع ده مش عندي تقدر تسألي هناك في الارشيف راحت بالفعل تسأل في الارشيف وقالت ان هي عايزة تعرف مين اللي تولد في نفس يوم ميلادها والعنوان بتاعها كمان لكن رجل قال لها مقدرش ان انا افيدك ابدا مشاري طبعا كانت شايفة تعمل ايه لكن مشاري قرر ان هو يساعتها مشاري راح وقال للراجل اللي هو بتاع الأرشيف ان هو بيدار عن مختبر ومش لقيه فقال له هناك قال له طب تعوريني عشان انا فعلا تايه مش عارف هو فين فراح الراجل عشان قطر يوصل مشاري في نفس ذات الوقت دخلت على طول شوق علشان تدور فيه الاوراق والمستندات الموجودة في الأرشيف عن اسم البنت اللي تولدت في نفس يوم ميلادها وبالفعل راحت على طول وبدأت انها تدور وشافت فعلا أوراق خاصة بواحدة اسمها أمل وعرفت ان أمل دي هي نفسها اللي تم تبدلها بيها طبعا شو كانت دخلت علشان تدور في الأرشيف من وراء الراجل اللي هناك اللي هو العامل يعني اللي قاعد فطبعا جت تخرج لقيته موجود فكانت قال لأنا كتير كلمت على طول أخوها مشاري قال لها لقيت حاجة قالت أيوة لقيت بنت كانت مولودة معايا في نفس اليوم اسمها أمل وجبت الأوراق الخاصة بيها كمان أنا دلوقتي عايز أخرج تعال انقذني راح على طول أخوها مشاري واتكلم مع الراجل بتاع الأرشيف حاولي يلهي علشان خاطر ما يشوفش أخته شوء وهي خارجة خرجت على طول شوء وراح وراح أخوها أخذ منها الأوراق ولا هي دي البنت اللي اللي المفروض أختي قالت له أيوة مشاري خد شوء علشان خاطر يروحوا لعنوان ده لكنها كانت متوترة جدا وقالت ان هي مش عايزة تروح المكان ده أبدا مش عايزة دلوقتي يعني هي بس عايزة تروح المدرسة فوصلها أخوها على طول على المدرسة راحت على المدرسة وكانت مجغولة جدا كانت بتبحث عن العنوان اللي موجودة فيه أمها الحقيقية نهلة علشان كانت تحبها ان هي تروح على هناك وبالتالي خرجت على طول المدرسة وراحت على هناك وفي نفس الوقت بتكون أول مع أصدقائها وبيقولها ان احنا لازم نروح مطعم حل وبالفعل راحوا على المطعم وزاعتها طبعا صدمت لما لقيتهم مصرين ان هما يدخلوا المطعم اللي نهلة شغالة فيه قلت لهم بلاش لكنهم أصروا فدخلت طبعا هي متضررة وشافت على طول ممتها جوا اتدارت على طول منها عشان قطر ما يعرفوش ان هي ممتها كأنها بتتبرى منها دخلوا البنات وقعدوا لكن كانت أمن متضايقة وعايزة تمشي كان فيه شابين حاولوا ان هما يعكسوها زعايت معاهم جات نهلة ودفعت عن البنات والبنات كلهم خرجوا من المطعم وطبعا ما يعرفوش ان نهلة هي ممتها في نفس الوقت ده الاما المعدية فيه ومشية كان شوق جاية علشان تشوف ممتها هي راحت البيت وقالولها ان هي مش موجودة دلوقتي وان هي بتشتغل عرفوها كمان العنوان بتاع شغلها فراحت على طول النهلة كانت مصدومة أول ما شافتها صورتها كصورة من بعيد بعد كده قالت لها نهلة مالك يا بنت وقفة كده لي في حاجة كانت وقفة وعملها بس بتبص لها جوم شوية حرامية كانوا عايزين ياخدوا الشنطة بتاعت شوق وققواها على الارض تعورت نهلة كانت خايفة جدا عليها وراحت وجريت عليها وأخذتها على طول على المستشفى وكانت عايزة تطمن عليها ما تعرفش ان هي بنتها لسه لكن شوق كانت عارفة ان هي ممتها بيتصر راشد ببنتها عشان يطمن عليها قالت له ان هي موجودة في المستشفى وسمع أصلا صوت الدكتور بيقول ان هي المفروض جرح بسيط يعني علشان كده كان قال الآن عارف ان مكانه راه على طول وهناك شاف بنته وطمن عليها وشاف كمان نهلة قالت له احنا تقابلنا قبل كده قالها أيوة والبنت كانت فرحانة بها جدا وقالت لها ممكن تحضنيني حضنتها بالفعل بعد جدا بنشوف اني نطيفة قاعدة بتتكلم مع صديقتها فرح وبتقول لها هنزعلنا منك عشان مش بتقولي لي أي حاجة عنك وخبية عني حاجات اتخنيتي مع جوزك ليه قالت له مفيش حاجة مهمة انت صديقتي وانت عارفة من زمان كمان لكن صدقيني الموضوع يعني مش مهمة قوي أصلي شوق كانت عايزة تعمل تاتو وانا مكنتش موافقة وبوبا كان موافق حصلت مشكلة بنا وتخنيقنا فما تلاقيش يعني موضوع رسيط مش أكتر راشد بياخد شوق بيوصلها على البيت فرح موجودة مع أصدقائها في الجامعية راحت على شقاطر تتكلم مع بنتها وتقول لها ان هي دلوقتي في الجامعية وحيخرجوا على مطعم وانت لا تعالي معنا كلي اتلان هي مش عايزة تاكلوا شبعانا كانت شوق موجودة في البيت وفتحها على صورة ممتها وبتبص فيها راشد خبط عليها الباب علشان يعود معاها قال لها بتعمل لي ألتنية بتذاكر قال لها في الممتك ألتنية هناك في الجامعية عند الستات دول وكمان حتخرج من بره بره على مطعم قال لها طيب تيجي نركب خيل قالت له ما ينفعش أصلا أنا دلوقتي مجغولة جدا ووريا مذاكرة عايزة أذاكرها قال لها تمام بتروح على طول نهلة بعد ما بتخلص شغولها على البيت بتستغرب جوهر وبتقولها جاي بادر يعني مردتش علي كانت مدهي جدا ببنتها طبعا أمل كانت عارفة أن ممتها بتداية منها عشان خطر أن هي مقالتش قدام أصدقائها أن دي ماما فتقول لها بتستعري مني قالت لها ملأ مش بيستعري منك ولا حاجة لكن ادقيت جدا من الشباب فخرجت على طول ثابتها ومشت بناها بتتكلم لطيفة مع جوهر وبيقول لها ليه كانت فرح متخنع مع راشد قالت أن الموضوع بسيط وبيخص شوق بعد كده منلاقي إن بتحاول أمل تعرف عميتها جواهر بعض المعلومات على جوجل وبتبحث معها على الانترنت وبتعلمها فعرفت بعد كده نهلة وحبت أن هي تروح علشان تدور على راشد شخصية يعني راشد السيرب وبالتالي دورت عليه وشافت صرته لكن أول ما شافت حد جاي عليها قفلت على طول التليفون أو اللابتوب بتاعه بتروح بعد كده تاني يوم على الشغل وبيطلبوا منها توصيل طلبية لمكان بتخرج نهلة علشان خاطر توصل للطلبية دي وبتروح في نفس المكان بنتها الحقيقية شوق بتشوفها من بعيد ولما بتشوفها راحت على مكان وراحت وراها على طول فلت مرأباها ومشي وراها لكن مرة واحدة لقيت نهلة اختفت منها ففضلت تدور عليها ومش لقيها أبداً بعد كده الأستاذة في المدرسة بتاعت شوق بتتكلم مع راشد وبتقول له إن بنتك مجدش لمدرسة النهاردة استغرب طبعاً لكن اضطر يقول لها أيوة أيوة هي بس تعبانة شوية وبيقول يا طرى بتعمل إيه من وراي وحاسس فعلاً إن شوق بتصرف من وراه وموضوع ووصلها لنهلة ده ممكن برضو يكون ليه سبب قاعد بيفكر في الموضوع بعد ما راح هو والمحامي ماجد على المستشفى علشان خاطر يطلبوا الأوراق الخاصة بكل موليد العام اللي تولدت في شوق ساعتها ملقوش الأوراق وأنهم حيرفعوا قضية على المستشفى واللي تم تبديل الطفلتين هنا ولازم ياخدوا يعني جزئهم فعلشان كده ربط الأحداث ببعض راشد فهم إن شوق بتضر على مامتها فهم كمان إنهلة ممكن تكون مامتها وكمان طالما شوق بنت نهلة يبقى أكيد البنت اللي قبل كده أخذها من الشارع وكانت الدنيا ممطرة وكانت يعني مامتها راحت أنقذتها وهو ووصلها دي بنته بدأ يربط الأحداث ببعض نهلة مرة واحدة شافت شو قوية مشا وراها قارت لها في إيه يا بنتي ماشي وراية ليه قارت لها أنا عايز أقولك على حاجة قارت لها قولي فهمي مالي من مبارح كده عايزة أقولي حاجة وسكتة قارت لها أيوان عايز أقولك أنك إنت أمي قارت لها إيه؟ وقارت لها أيوان إنت أمي وبالفعل راح وكله متقابله في مكان ما كانتش بسدأة أبدا طبعا نهلة بنتها بتقولها إنك إنت أمي تم تبديلي أنا وبنتك وأنا بنتك الحقيقية وبنتك هي بنت الناس اللي أنا عندهم راشد وفرح طبعا أنا صدمت لما عرفت كده لكن بسطة قوي لما شفتك اتوترت البنت كانت مسكة في السلسلة بتاعتها وبتقول لمامتها نهلة إن هي بستتوتر بتمسك السلسلة قلت لها أنا كمام كده فتأكيدت شوية إن هي برضو تكون بنتها وجي بعد كده راشد وطلب من شؤنية تروع العربية علشان حتكلموا كلام كبار وراحت البنت وقعد راشد يتكلم مع نهلة وبتقول له استحالة طبعا أسيب لك بنتي أمل قال إن بنتي هي أمل وبنتك شو لكن طبعا أنا مش هعمل كده ومش همبدل البنات لإنه خلاص كل واحدة ترابط في الجو معين قالت له أيوة أنا مش هسيب بنتي أبدا مش معنيني فقيرة إنك تاخد مني بنتي قالها لازم نوصل لحل قالت له سيبني دلوقتي مش قادر أفكر في حاجة ومش مستوعبة أصلا اللي بيحصل بتكون فرح مع صديقتها لطيفة في الجامعية وبيجي لها اتصال من المدرسة إن بنتها ما جاش النهاردة وبتسألها عن أخبارها قالت أيوة أيوة هي بخير وقالت منستغربة طبعا لأن شوق ما رحتش المدرسة بتمشي لها لو بتقول لراشد إن هي هتفكر في الموضوع ويبقوا يتكلموا مرة تانية نكتب في بعض القادر شكرا طولت عليكم دي كانت أحداث الحلقة ممكن يكون يعني حكيم بزادة شوية كمان زي ما قلت لكم ممكن يتغير بعض التفاصيل يغيروا فيها يعني أشوفكم على خير اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس علشان يصاركوا كل جديد من مسلسل خريف القلب أشوفكم على خير باي باي